السلام عليكم يلاحيكم اليوم بنتكلم عن عهد أشهر رجال الدولة في عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز وأوائل السياسيين واقتصاديين السعوديين الوزير عبدالرحمن بن حسن القصيبي اسمه عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله القصيبي وزير دولة وتاجر معروف من كبار رجال الأعمال في الخليج كان الوكيل السياسي ملك عبدالعزيز في البحرين وشارك في اجتماع ملك عبدالعزيز في الملك فيصل ملك العراق ومنحها الملك سعود رقب وزير دولة اشتر بأعمالها الخيرية وأحسانه وأعمالها الوطنية ولد عبد الرحمن القصيبي في مدينة الوفوف تحديدا في حي النعاثل تلقى تعليمه في مدرس البحرين وتدرب على أعمال التجارة فيها ودرس اللغة الإنجليزية واجات في تجارة اللؤلؤ في الهند حتى بدأ أعمالها التجارية وأصبح شريكة العمه وإخوانه ويرجع نسب إسرة القصيبي إلى بلدة القصف في نجد اللي نشأوا فيها ومن عادة هالنجد أن ينسبون الرجل للبلد اللي جاء منها فصار عبد الله جد أسرة القصيبي يعرف بالقصيبي ومن هنا نشأت تسمية العائلة بالقصيبي اشتهر عبد الرحمن القصيبي في التمييز بين اللؤلؤ الجيد والردي حتى أصبح رأس تجارة اللؤلؤ في الخليج ولقب بشيخ اللؤلؤ وازدهرت تجارته وحو جزء من أمواله إلى الحسى واشترى كثير من المزارع والنخيل وأبرز المهام اللي أنجزها عبد الرحمن القصيبي عمل وسيطاً لاتصال الدبلوماسي بين الملك عبد العزيز والبلطانيين وعينها الملك عزيز وكيلاً له في البحرين وظل فيه حتى وفاته وشارك ضمن وفد الملك عبد العزيز في اجتماعه بملك فيصل ملك العراق في رمضان من عام 1348 كما يعد الشيخ عبد الرحمن القصيبي المنور الرئيسي لمملكة بالأغذية وقت الشدائد والأزمات ومن الروايات الشهيرة عرفت عنه أن المملكة مرت بأزمة وضائقة مالية ونقص غذاء عظيم في عهد المؤسسة الله يرحمه قبل اكتشاف النفط فما كان من عبد الرحمن القصيبي إلا أن يشد الرحال من الحسى إلى مكة المكرمة وطلب من صدنة الكعبة تزوده بثوب من أثوابها تم توجه إلى الهند واجتمع به كبار تجار الهند المسلمين وعرض عليهم الحالة التي تمر فيها المملكة العربية السعودية بعد أن أهداهم ذلك الثوب فهبوا جميعا للقيام بواجبهم الإسلامي وبعد زمن قياسي قصير وصلت من الهند إلى المملكة مئات السفن المحملة بالأغذية بشتى أنواح فأكبر بأسس هذه الخطوة الحميدة للشيخ عبد الرحمن القصيبي التي سدت جزء كبير من تلك الأزمة لمرتها المملكة العربية السعودية وهذه تعتبر رواية تضاف إلى سلسلة من المواقف المشرفة اللي مرسها عبد الرحمن القصيبي خدمة للبلد نهيك عن مشروعاتها الخيرية والإنسانية اللي عرف فيها واستفاد منها الكثير لسيما أهالي الأحساء ومكة المكرمة توفى عبد الرحمن القصيبي عام 1396 هجري عن عمر يناهز 94 عام ورثاه ابنه الوزير غازي قصيدة يقول فيها تعلمت منك صدام الخطوب فكيف تراني جناحا كسيرة وعلمتني أن تصبر الرجال فما لي رجعت صبيا غريرا أتعذرني إن بعض السهاء تصيب الحكيم وتصمي الخبيرة ترجمة نانسي قنقر